أعقد مجلس الشورى جلسته السابع صباح اليوم برئاسة سعادة السيد جمال فخرو النابل الأول لرئيس المجلس وخلال الجلسة وفق مجلس الشورى على توصية لجنة الخدمات برفض المشاريع بقوانين المتعلقة بزيادة مكافآة التقاعد لموظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة الدفاع الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين كان سيد الموقف في جلسة مجلس الشورى السابعة التي استحوذت عليها تقارير لجنة الخدمات المتعلقة بقوانين التقاعد فقد طرحت اللجنة ثلاثة التقارير تتعلق بإقرار زيادة في مكافآة التقاعد لموظفي الحكومة والخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي وكذلك بشأن تنظيم معاشات ومكافآة التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وبعد مداولات طويلة رفض المجلس المشاريع بقوانين المشاريع حيث صار لها حوالي سبع سنوات التعديل هو زيادة بنسبة حوالي خمسة في المئة من المعاشات وحقيقة على مدى ثمان سنوات قامت الحكومة مشكورة بتعديلات كثيرة وحصلوا الأخوة المتقاعدين على زيادات فاقة الخمسة في المئة الوضع الاقتصادي في البلاد لا يتحمل إضافة ميزانية أخرى وطبعا كما تعلمين أسعار النفط كانت قبل سنة 140 دولار للبرلمين واصبح الآن في حدود تقريبا 38 دولار فهذا أثر تأثير كبير على الميزاني كما تطرق المجلس أيضا إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم لينتهي الأمر بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة اللجنة ضمن الظروف الحالية ضمن ظروف النظر إلى الظرف الاقتصادي وجدت أنها أيضا سوف تريد ترفضها أو توصي برفضها من حيث المبدأ بالمناقشة تضح أن هناك مطلوب تعديل على أحكام معينة لمعالجة آلية استحقاق التقاعد وأيضا مادة لها علاقة بالسقف في حالة الجمع بين تقاعد من القطاع الخاص والقطاع الحكومي أو ما شابه والمجلسين وفي السياق ذاته فقد رأت لجنة الخدمات سلامة مشروع القانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية من الناحيتين الدستورية والقانونية إلا أن بعض الأعضاء ذهب إلى وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد القانون مناقشات طويلة دارت خلال اليوم في مجلس الشورى حول مشاريع قوانين التقاعد والتي انتهت بالتأكيد على أن قوانين التقاعد في مملكة البحرين قد خضعت للعديد من التعديلات في الفترة الأخيرة سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحر